السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة الأحباب مرحبا بكم وباب جديد من أبواب السعادة نتعلمه من كتاب ربنا ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن سير السعداء من سلفنا الصالحين نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة وباب اليوم هو ذكر نعمة الله عز وجل الله عز وجل نادانا قائلا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وكما نادى على الناس جميعا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم نادى على المؤمنين نداء خاصا فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم فذكروا النعم والتفكر في النعم التي أعطانا الله عز وجل إياها سبب من أسباب سعادتنا في الدنيا وراحة بالنا في الدنيا وسبب لسعادتنا في الآخرة ودخول جنة الله عز وجل ويكفي أننا إذا ذكرنا نعم ربنا وحاولنا أن نعددها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لكن ما أجمل أن الإنسان يجلس عندما يشعر بضيق أو كرب وهذا الضيق والكرب لأنه فقد كذا من نعم الله أو هو محروم من كذا من نعم الله عز وجل وما في إنسان منه واخذ النعم كلها يعني اللي عنده أولاد ما عندهش مال واللي عنده مال ما عندهش أولاد واللي عنده الاتنين ما عندهش صحة واللي عنده التلاتة ما عندهش راحة بال أو حسن جوار إلى آخر هذا لي لأن الله عز وجل أبى أن يجعل الكمال إلا في الجنة أما الدنيا فهي ناقصة مهما سعد فيها الإنسان فعيش الدنيا على حالها يعني طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأغيار والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار اللي عايز ما فيش حاجة تزعله خالص في الدنيا وما يباش فيه شيء ناقص منه في الدنيا ده عامل زالي بتدور على جمر النار في وسط الماء لن تجده يبقى إذن عيش الدنيا على هذا وبدل ما تجلس لتندب حظك إنه ناقص منك كذا من نعم الله وأنا محروم من كذا لا اجلس لتتدارس مع نفسك نعم الله عز وجل عليك وحاول أن تعد هذه النعم فإذا جلس المريض الذي حرم نعمة الصحة وقال نعم صحيح أنا حرمت نعمة الصحة لكن عندي زوجة وغيري ليس عنده وعندي أولاد لكن غيري ليس عنده وعندي المال ما يكفيني والحمد لله ولا أسأل الناس في الطرقات ويجعل يعدد نعم الله عز وجل عليه ويتدبر النعم يشعر بسعادة وتمأنين وراحت بال أما الإنسان الذي يجلس فقط ليتدارس وليفكر في الشيء المحروم منه ويغفل ويغض الطرف عن النعم الكثير التي يتقلب فيها ليلة نهار هذا إنسان لن يسعد ولن يذوق طعم السعادة وبدل ما تعد النقم عد النعم والمرأة الصالحة لما وجدت زوجها كتب على ورقة في ختام العام سنة عدت جاب ورقة أو ألم كده وقعد يكتب هذا كان عاما سيئا للغاية تعرضت لمرض شديد وغبت مريضا نحو شهر وتعرض ابني لحادث كاذا أن يودي بحياته واحترق جزء من بيتنا لولا أننا أدركناه ثم ترك الورقة على المنضدة أو التربيزة وانصرف جاءت زوجته وجلست مكانه فوجدته كتبا ذلك على الورقة فقلبت الورقة وكتبت على ظهرها لقد كان عاما سعيدا للغاية تقلبنا فيه في نعم الله عز وجل ومن ذلك أن زوجي مرضا مرضا شديدا كاد أن يموت لولا أن الله نجاه وهذه نعمة ثم تعرض ابننا لحادث كاد أن يودي بحياته ونجاه الله عز وجل والحمد لله وكاد بيتنا أن يحترق كله لولا أن الله لطف بنا الاثنان يعني حكايا نفس الحوادث الثلاثة لكن واحد نظر إلى الجانب السلبي في الأمر وواحد آخر نظر إلى الجانب الإيجابي في الأمور ولذلك يعني يقولون واحد عالم نفس أمريكي عالم نفس أمريكي يعني كان يتحدث عن هذا الأمر ببراعة فيقول وهو عالم النفس الأمريكي ويليام جيمس يقول نحن البشر نفكر فيما لا نملك ولا نشكر الله على ما نملك دايما مشغولين في الشيء الذي لا نملكه بنتمنى نعم كثير ولا نشكر الله على ما نملك وننظر إلى الجانب المأساوي المظلم في حياتنا ولا ننظر إلى الجانب المشرق في حياتنا ونتحسر على ما ينقصنا ولا نسعد بما عندنا نتحسر على ما ينقصنا ولا نسعد بما عندنا لا العلماء يقولون يعني أسعد نفسك بالمتاح والقرآن يقول وإن تعد نعمة الله لا تحصوها والقرآن يقول اذكروا نعمة الله عليكم هكذا يعلمنا النبع عليه الصلاة والسلام ويعلمنا النبع عليه الصلاة والسلام أن السبيل إلى ذلك هو أن تنظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك يقول صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدروا ألا تزدروا نعمة الله عليكم يعني إذا أردت السعادة والرضا والطمأنينة والشعور بنعم الله عز وجل فعليك أن تنظر إلى من هو دونك انظر إلى المريض وأنت سليم انظر إلى الفقير وأنت أغناك الله عز وجل انظر إلى الجاهل وأنت قد علمك الله عز وجل ليس لتتكبر على هؤلاء وإنما لتشكر المنعم الذي أنعم عليك بهذه النعم فالإنسان إذا استشعر هذه النعم شعر بسعادة وانطلق يشكر المنعم سبحانه وتعالى وهذا سبب آخر من أسباب السعادة النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد السعادة إذا أردنا السعادة علينا أن نقتدي بسيد السعادة صلى الله عليه وسلم كان عظيم الشعور بنعم الله عز وجل عليه هذا النبي الكريم الذي تعرض لابتلاءات شديدة في حياته ولد يتيما ونشأ يتيما وماتت أمه وهو صغير ومات جد الذي كان يعطف عليه وهو أيضا صغير ثم تعرض لأذى شديد بعدما أعلن أنه رسول الله وأخبره الله عز وجل أن يعلن للناس ذلك وأوذي في الله عز وجل وأوذي أصحابه بسبب اتباعهم له صلى الله عليه وسلم وأوذيت بناته فطلقت ابنتاه من ابني أبي لهب ثم رماه الناس بالحجار ثم اضطر أن يترك وطنه وبلده الذي نشأ فيه إلى بلد آخر يعني لم يتعود عليه ثم جاهد في سبيل الله عز وجل وكسرت رباعيته وشج وجهه ومات أولاده جميعا في حياته إلا واحدة ويا السيدة فاطمة رضي الله عنها وأخبر قبل موته بأنها أول أهله لحوقا به واشتدت سكرات الموت عليه صلى الله عليه وسلم واشتد البلاء وكان يضاعف له البلاء في المرض لأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وكان يقول إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم صلى الله عليه وسلم فابتلاءات شديدة جدا ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما السيدنا جرير بن عبد الله يقول ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي هكذا كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هل جلس يعدد هذه المآسي وهذه الابتلاءات التي حدثت له أم كان يعدد نعم الله عليه كان يعدد نعم الله عليه وكان عظيم الشعور بكل نعمة مهما كانت في نظرنا نحن صغيرة فكان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه شعر بهذه النعمة أن الله مد في عمره يوما جديدا وهناك من الناس من ينام فيأتي أهله ليقزوه في الصباح فلا يجدونه وقد خرجت روحه فكون الله عز وجل يحييك بعدما أماتك الموتة الصغرى والموتة الصغرى هي النوم والموتة الكبرى المعروفة فكان صلى الله عليه وسلم يستشعر هذه النعمة فيقول الحمد لله تخيل أول كلمة الإنسان يقولها عندما يفتح عينيه على يوم جديد هي الحمد لله على ماذا الذي أحيان بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي أحياني وأذن لي بذكره الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره هذه نعم مجرد فقط أنه استيقظ من نومه هذا القلب الذي يشعر بهذه النعم لا يشعر بشقاوة وإنما يشعر بسعادة غامرة يدخل الخلاء ثم يخرج يقول لله عز وجل غفرانك غفرانك من ماذا قال بعض العلماء على أنه ظل لحظات في الخلاء لا يذكر الله وقال بعض أهل العلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشعر نعمة إذهاب الأذى السموم التي تخرج مع البول والبراز التي لو حبست في الإنسان لهلك فكان صلى الله عليه وسلم يستشعر هذه النعمة ويعلن لله عز وجل عجزه وعن شكره سبحانه وتعالى على هذه النعمة فينطق لسانه يقول لله غفرانك اغفر لي تقصيري يا ربي على شكري على هذه النعمة ما أجمل هذا القلب قلب السعيد صلى الله عليه وسلم أسعد السعادة هكذا إذا أردنا أن نقتدي به إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجة نعمة الطعام والشرب إذا لبس ثوبا جديدا قال اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه من غير حول مني ولا قوة أسألك خيره وخير ما صني علىه وأعوذ بك من شره وشر ما صني علىه إذا رأى أهل البلاء شف إنسان مبتلى بمرض شف إنسان عاصي وأخلاق سياء شف إنسان مرتشي شف إنسان مبتلى إما في دينه أو دنيا يقول في نفسه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله هكذا إذا جاءه أمر يسره يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إذا جاءه أمر يسوء قال الحمد لله على كل حال إذا أولى فراشه في آخر اليوم ووضع رأسه على الوسادة استشعر هذه النعم كلها التي حدست له في نهاره يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافية له ولا مؤوي أطعمنا وسقانا وكفانا وكمن آخر اليوم وجدنا مأوى بيت يغلق علينا غرفة تغلق علينا حتى ولو غرفة واحدة هذا مأوى وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى استشعار هذه النعم يجعل الإنسان سعيدا مبتسما راضيا بقضاء الله سبحانه وتعالى فإذا أردنا السعادة فاستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن نستشعر نعمة الله كما كان يستشعرها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب كذلك الصحابة رضوان الله عليه والسلف الصالح كانوا عظيم الشعور بنعم الله سبحانه وتعالى لما السيدة عائشة رضي الله عنها تقول من شرب الماء فأدخله بغير أذى وأخرجه بغير أذى فقد وجب عليه الشكر من شرب الماء القراح يعني العذب الصافي فأدخله بغير أذى يعني حس بطعمه وما فيش أذى الإنسان لو عنده دور برد ولا تعبان ما بيستطعمش الماء فهو يعني معناها النفعافية في الصحة فشرب الماء بغير أذى وأخرجه بغير أذى وأخرجه بغير أذى لا عنده مشكلة في المعدة ولا عنده مشكلة في المسالك البولية ولا في الجهاز البولي يدخل الخلاء يخرجه بلا ألم وغيره يتألم هذه نعمة عظيمة جدا من أعظم نعم الله عز وجل وكان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا خرج من الخلاء وضع يده على بطنه وقال يا لها من نعمة لو أن الناس أدوا شكرها يعني يليت الناس يؤدون شكر هذه النعمة لما دخل أحد العلماء على أحد الأمراء وقال له عزني قال له يا أمير المؤمنين لو كنت في صحراء أو كنت محتاجا إلى الماء ومنع عنك الماء بكم تشتري شربة الماء قال له بنصف ملكي طبعا بنصف ملك بمعنى إنه واحد لو مشربش شربة الماء دي هيموت وفيها حياته قال أشتريها بنصف ملكي قال له طيب لو دخلت ولم تخرج بكم تخرجوها قال له بملكي كله قال له ملك لا يساوي شربة ماء ولا إخراجها حري أن يزهد فيه قال له يزهد في الدنيا يعني لا تتعلق بقوة بهذه النعمة التي أنت فيها فهي لا تساوي شربة ماء ولا تساوي إخراج هذه الشربة نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى التفكر مجرد التفكر في هذه النعم أيها الإخوة حتى وإن كنا محرومين من نعم أخرى لكن هذا التفكر يجعلك تستريح يجعل قلبك مطمئنا سعيدا راضيا بحكم الله عز وجل وراضيا بقضاء الله سبحانه وتعالى ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني يرشدنا مثلا إلى هذه النعمة يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ نعمة الصحة لا يقدر الناس يعني قدرها ولا يعرفون قدرها وهي تاج على رؤوس الأصحة لا يراه إلا المرضى ولذلك أيها الإخوة لما وجد أبو بكر المزني وجد حمالا وجد حمالا يسير يحمل للناس بالأجر الحمال هو الشيال يعني بيشل للناس بالأجر وهو يحمل حمله رأاه يذكر الله عز وجل فيقول الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله يشغل وقته بذكر الله عز وجل وذكر الله من أسباب سعادة الإنسان وطمأنينة قلبه كما شرحنا في حلقة ماضية بفضل الله عز وجل فلكن نلاحظ أن الرجل لا يغادر هذين الذكرين الحمد لله أستغفر الله طيب قال فانتظرته حتى وضع حملة ثم سألته يا هذا أما تحفظ غير هذا أنت مش حافظ غير الحمد لله أستغفر الله قال لا أنا أحفظ غيره بل أنا أحفظ القرآن قال له فما بالك لا تغادر هتين الكلمتين قال إنني نظرت إلى نفسي فوجدت نفسي بين أمرين بين ذنوب يعني مني لله عز وجل ونعم لله عز وجل نازل منه لا تنقطع فأنا أحمده على نعمه وأستغفره لذنوبي قال أبو بكر هذا الحمال أفقه من بكر بقول هذا الحمال أفقه مني أفهم مني أعلم مني في هذه النقطة أنهداه الله عز وجل إلى هذا المعنى إنه أنا عايش في نعم الله عز وجل طب وده شيال ورجل بسيط جدا وبيحمل للناس بالأجرى أنا وأنت ربما نتأمل نقول ما هذه النعم التي عنده يعني لدرجة أنه يشغل نفسها الحمد لله أستغفر الله الحمد لله وهو يحمل للناس بالأجرى غيرنا محمول في سيارته محمول في الأسانسير محمول في عنده من النعم ما عنده ولا يشعر بهذه النعمة التي عنده هذا الحمال لماذا؟ لأن القصة مش بكثرة النعم القصة بالاستشعار بالشعور بهذه النعم واحد عنده نعم كثيرة جدا وتره مكتئبا حزينا لأنه لا يشعر بالنعم التي عنده ولا يحمد الله عليها ولا يشكر الله عز وجل عليها ولذلك من الأسباب التي تجعل الإنسان سعيدا إنه يسبح الله ويحمد الله عز وجل الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك سبحه تسبيحا ممزوجا بحمده سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك قل سبحان الله وقل الحمد لله قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقل الحمد لله كثيرا فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين سبح بحمد ربك احمد الله عز وجل بلسانك واحمد الله عز وجل بقلبك واحمده بفعلك كن من الساجدين واحمده بفعلك كن من العابدين اعبد ربك حتى يأتيك اليقين هذا علاج ضيق الصدر التسبيح التحميد السجود العبادة لله سبحانه وتعالى هذا علاج ضيق الصدر ولذلك كما قلنا يجب على الإنسان أنه هو يستشعر هذه النعم الهشام بن سلمان يقول كنت قاعدا عند الحسن وبكر ابن عبد الله الموزني جالس مع الحسن البصري وبكر ابن عبد الله الموزني والتنين من علماء المسلمين ومن الزاهدين والعباد يقول فقال له الحسن هاتي يا أبا عبد الله دعوات لإخوانك احنا قاعدين هبا ادعلنا دعوتين واحنا نؤمن على دعواتك فحمد بكر ابن عبد الله الموزني حمد ربه وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال والله ما أدري أي النعمتين أفضل علي وعليكم نعمة المسلك أم نعمة المخرج إذ أخرجه منا فقال الحسن لقد قلت عجبا يا بكر إنها من نعمه العظام يقول له ادعي لنا دعوتين قال والله مش عارف أحمد ربنا على أنهي نعمة فيه نعمة المسلك أم نعمة المخرج نعمة المسلك إننا باكل واشرب فالأكل بيتزل كده الحمد لله بسلاسة وبلزة أم نعمة المخرج إذا أخرجه منا لو لم يخرج لهلكنا فقال له لقد قلت عجبا يا بكر إنها من نعمه العظام مجلس تذاكر ولذلك من أسباب السعادة الصحبة الصالحة إنك تجد حد يذكرك بالله عز وجل وإذا ذكرت أعانك على ذكر الله سبحانه وتعالى وإذا نسيت ذكرك وإذا ذكرت أعانك كما قال أهل العلم لما جاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو إليه الفقر فقال له يونس بن عبيد لك عينان أعطيني واحدة بمائة ألف فقال الرجل لا لك يدان أعطيني واحدة بمائة ألف يقول له لا لك رجلان أعطيني واحدة بمائة ألف يقول له لا لا أفرط في عضو من أعضائي ولا بآلاف الآلاف قال عندك مئين ألوف ثم جئت تشكو الفقر يعني لو استشعرت هذه النعم لا تشكو الفقر وإنما أنت عندك كنوز عظيمة وهي نعمة العافية يعني لو تأملنا نعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى لوجدنا أنفسنا نتكلم الآن عن نعمة واحدة كل ده مندرج تحت نعمة واحدة اسمها نعمة العافية أن يعافيك الله عز وجل في بدنك وأن يعافيك في مالك وأن يعافيك في أولادك والعافية هي السلامة هكذا ولذلك النبع عليه الصلاة والسلام لما أخبرنا أن في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصل أو سلامة تلتمائة وستين سلامة يعني تلتمائة وستين مفصل في جسد الإنسان وهذا من الإعجاز العلمي في سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الأطباء وأكدوا هذا الكلام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في زمن لم يكن فيه لا تشريح ولا دراسة طبية دقيقة لكنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم طيب تلتمائة وستين مفصل ما المطلوب يا رسول الله قال على كل سلامة منها صدقة كل يوم إن الإنسان يستشعر إن المفاصل دي شغالة أم ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويتصدق شكرا لله على إن المفاصل بتاعته شغالة عن كل مفصل بصدقة فيعني إن الصحابة تعجبوا من يطيق ذلك يا رسول الله دا لو تصدق يعني صدقة يبقى كده يعني شعر إنه عمل شيء إن المفصل صدقة كل يوم عن كل عضو شكرا لله عز وجل من يطيق ذلك فقال الأهم صلى الله عليه وسلم إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تهليلة صدقة إلى آخر الحديث الذي تعرفونه ليس شرطا أن تكون الصدقة بالمال وإنما قد يكون الصدقة بذكر الله عز وجل وبأنواعه والتسبيح وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعانة الناس المحتاجين إلى غير ذلك الشاهد إن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى التدبر في هذه النعمة وهذه نعمة العافية نعمة المفاصل وأنا أريدك أن تتأمل لو تعطل مفصلان مثلا من مفاصل الإنسان نسأل الله لنا ولكم العافية لو أن المفصل هذا الذي يمسك الساعد بالعضد اللي هو المرفق هذا تخيل أنه تعطل فأصبح لا ينثني مثلا وأصبحت إيدي الإنسان هكذا فقط المفصلين اللي اتنين دول بس من التلتمية وستين مفصل وتخيل أن يد الإنسان أصبحت إلى جانبها كذا لا يستطيع أنه يثنيها مثلا تخيل حياته يعني كيف يخلع ثيابه كيف يأكل كيف يشرب كيف يدخل الخلاء كيف يعني يطهر نفسه كيف 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 تخيل فضلا عن أنه الإيدين تكون مثلا غير موجودة كيف تكون حياة هذا الإنسان وتأمل حياتك أنت بس فقط يعني إلى آخر هذه النعم الكثير فهذه نعم ينبغي أن يتدارسها الإنسان وأن يتدبرها وإذا فقدت منه واحدة منها عليها أن يشكر الله عز وجل على ما بقي من النعم وكان في واحد من السلف اسمه إبراهيم الصائغ كان هذا الرجل إذا مرض جار له زاره ويعني سأل عنه وإذا قال له هذا الجار أنا أنفقت من المال كذا وكذا في العلاج خرج من عنده وتصدق بمثل نفقته يعني لو المريض قال له أنا أنفقت ألفا على علاج نفسي هو إبراهيم الصائغ يروح يتصدق بألف على الفقراء والمساكين شكرا لله على نعمة العافين يقول لك تماما كنت ممكن أكون مكانه وروح أصرف هذا في العلاج المرض والله عز وجل قد عافاني فأنا أتصدق شكرا لله عز وجل على نعمة العافية ولذلك الإنسان إذا أراد أن يشكر الله عز وجل فليتدبر نعم الله سبحانه وتعالى وكانوا يقولون كم من نعمة لله عز وجل في عرق ساكن كم من نعمة لله في عرق ساكن من نعم الله أنك مش حسس بدروسك وأنها ما بتوقعكش من نعم ربنا سبحانه وتعالى أنك من تشحسس بألم عندما تأكل وتشرم من نعم الله عز وجل أنك سكون العروق وسكون الأعضاء فإذا تألمت وشعرت بشدة ألمها شعرت ساعتها أنك كنت في نعمة من نعم الله عز وجل لكن الصالحون لا ينتظرون ذلك هم يشكرون الله عز وجل على النعم ويمتثلون لأمر الله عز وجل عندما يقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين قال العلماء هذه نعم من الله متظاهرة يخبرنا بها كي نشكره يعني ربنا يذكرك بنعم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين لو هذا غير موجود كيف يكون حال الإنسان ولذلك من ابتلي ففقد شيئا من هذا أيها الإخوة ومرض مرضا شديدا ففقد عينيه لم يرضى الله عز وجل له ثوابا بعينيه إلا الجنة إذا صبر على قضاء الله وقدره وصبر على الابتلاء لأنه فقد نعمة عظيمة فالكريم سبحانه وتعالى يجزيه على الصبر على فقد هذه النعم إنه يجعله من أهل الجنة يبقى أخد بالك نعم غالية وفقدها والصبر عليها الله عز وجل يثيبك عليها الجنة لم يقل النبى عليه الصلاة والسلام للمرأة التي كانت تسرع وقالت له يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله عز وجل لي زعلنا من حكتين إنها تسرع وإن عورتها أو جزء من عورتها ينكشف وهي في هذه الحالة أدعو الله لي يا رسول الله فقال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرتي ولك الجنة قالت أصبر يا رسول الله ولكني أتكشف يعني أصبر على البرد لكني يعني عندما يصنع يضع أو يكون ذلك أتكشف وتنكشف عورتي قال العلماء فدعى الله عز وجل لها فكانت تسرع ولا تتكشف هكذا قال أهل العلم الشاهد إنها يعني صبرت على المرض ولم تصبر على أن تنكشف عورتها يعني حمسة في أذن نسائنا ونساء المسلمات أو نساء المسلمين إنه استشعرنا نعمة الله عز وجل وحفظنا هذه النعم ولا تبدينا زينتكن إلا لمن يحل له أن ينظر إليها وحفظنا هذه النعم شكرا لله على ذلك واقتدينا بهذه المرأة الصالحة التي هي مبشرة بالجنة كما ورد في الحديث الرجل الصالح لما قال له قائل كيف أصبحت قال أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أعظم من الأخرى ذنوب سترها الله علي فلا يعيرني بها أحد ومحبة وضعها لي في قلوب الخلق ولا يبلغها عملي فلا أدري على أيهما أشكر شوف الاستشعار النعم بقول يا ربنا أنا بعمل زنوب ربنا سترني وكانوا لا يعملون زنوبا كثيرا يعني لكن هو قالوا لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظمة من عصيت فكانوا يرون هذه الصغائر أشياء كبيرة جدا فيقول لك بعمل معاصي وربنا سترني ومحبة ربنا وضعها لي في قلوب الناس وأنا لا أستحق هذا فنعم عظيم لا أدري على ما أشكر على قبيح ما ستر أم على جميل ما نشر يعني مش عارف أشكر ربنا على إيه ولا إيه المعاني هذه تجعل الإنسان أيها الإخوة سعيد القلب مطمئن النفس طيب العلماء كذلك قالوا إن الإنسان إذا شعر بهذه النعم يعني ينبغي عليه أن يكون شاكرا لله عز وجل يبقى خد بال حضرتك خطوة بتسلم لخطوة ودي سبب للسعادة ودي أيضا سبب للسعادة الشعور بالنعم يسعدك ثم إذا شعرت بالنعم انطلق قلبك ولسانك شاكرا لله سبحانه وتعالى ولذلك الله عز وجل يقول اذكروا نعمة الله عليكم كما أرسلنا فيكم رسولا الآية الأخرى يعني كما أرسلنا فيكم رسولا من أنفسكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ودي بقى نعمة تانية خالص مش نعمة العافية بس نعمة إرسال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نعمة أن ربنا من علينا بالإسلام كان بعض السلف يقول ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله أعظم نعمة والله لو الإنسان لم يأخذ غيرها بس عرف الله واهتدى إلى الله لبيعبد شجر ولا حجر ولا بقر زي غيرنا من الناس وعرف ربه سبحانه وتعالى أعظم نعمة يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين فكان بعض السلف يقول اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك ويدعوا ربنا وقول له أتحسن الدعاء قال نعم قالوا ادعوا قال اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك فلنشكر الله عز وجل على نعمه والشكر يكون بالقلب أن تستشعر نعمة الله وما بكم من نعمة فمن الله ثم باللسان أن يحمد اللسان ربه سبحانه وتعالى ثم بالجوارح والأركان أن تستخدم النعم فيما يرضي المنعم المنعم سبحانه وتعالى فتصلي وتصوم وتحج وتتصدق وتكون عابدا لله سبحانه وتعالى فإذا شكرت الله عز وجل كان ذلك سببا لسعادتك وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لو لم تشكر النعمة فتكون سبب للعذاب والعياذ بالله وكان أبو حازم يقول كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية أي نعمة ربنا ينعم عليك بيها ولا تقربك هذه النعمة فاعلم أنها بلية وإذا رأيت العبد يقيم على معصية الله وهو يتقلب في نعم الله فاعلم أن ذلك استدراج قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون نعوذ بالله من كفران النعم ونعوذ بالله من الاستدراج ونعوذ بالله من أن ينعم علينا نعما فلا نشعر بها بل علينا أن نشعر بالنعم وأن نشكره سبحانه وتعالى عليها وأن نعجل بشكر الله حتى لا تزول النعم ولنردد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك هذا باب عظيم أيها الإخوة من أبواب السعادة أن نستشعر نعم الله وأن نشكر المنعمة سبحانه وتعالى على هذه النعم إلى لقاء آخر مع باب جديد من أبواب السعادة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته